السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم ولكن نتكلم فيه في الفيديو ده عن هل تفصل 180 دقيقة عن تتويج بيرستاو كفاتة افريقيا الاول فخليكم معانا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا هل يفصل 180 دقيقة بطوع نهائي دوري ابطال افريقيا تتويج بيرستاو كفاتة افريقيا الاول ولا لا وهل يكون خلافة الشناوي هنشوف ايه اللي هيحصل في خلال الدقاءة اللي جاي فيقدم المحترف الجنوب افريقيا بيرستاو لعب النادي الاهلي مستوى مميز خلال الفترة الاخيرة خصوصا في بطولة دوري ابطال افريقيا وحقق النادي الاهلي الفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع اللقاء اين؟ عشان يصعد لنهائي دوري ابطال افريقيا لائق طبيا فشارك بيرستاو خلال مباريات لعبه في دوري ابطال افريقيا في 9 اهداف واقع 4 اهداف سجلهم و 5 اهداف صنعهم كما تم اختيار بيرستاو في تشكيل الجولة حسب سوفا سكور في مبارتين كما كان له العامل الاكبر في سعود من الدور نصف النهائي بعد تسجيل هدفين في مرمى الترجي التونسي في تونس وكان كاف قد حدد طريقة اختيار افضل لاعب داخل افريقيا خلال السنوات الماضية من خلال تقييم اداء اللاعبين ويحسم الفائز بالجائزة عن طريق عملية التصويت تشارك فيها عد الجهات وهم قائد ومدرب منتخبات القارة السمراء واللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي واساطير الكاف وممثلون عن وسائل الاعلام كما اعلن كاف رابطا الالكترونيا للجماهير من اجل التصويت على جائزة فوت افريقيا لافضل لاعب افريقي وكان محمد الشناوي يحارس مرمى النادي الاهلي واخر لاعب في افريقيا طوج بهذه الجائزة عن الموسم الماضي بالرغم ان النادي الاهلي ما خدش البطولة ولكن محمد الشناوي هو اللي فاز بهذه الجائزة وتلقى بيرسي تاو دعم هائل من جماهير النادي الاهلي بالاضافة الى جنوب افريقيا التي تحدث عن تشجيع الاهلي في نهاي دوري ابطال افريقيا من اجل بيرسي تاو واذا توجه تاو مع النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا سيقترب الجنوب افريقي بشدة من الفوز بجائزة افضل لاعب داخل افريقيا وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن هل تفصل 180 ديئة بيرسي تاو عن تتويجه وكفاته افريقيا الاول ففي النهاية بيرسي تاو ظاهر في بطولة افريقيا بمظهر غير عادي لاعب جبار ولاعب هداف في هذه البطولة وبيصنع العديد من الاهداف فهو من احسن لاعب النادي الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا هو وكهربا ولكن هل يستحق بيرسي تاو الجائزة بالرغم من عدم تقلقه في بطولة الدوري العام المصري وبطولة السوبر المصري وبطولة كأس مصر دي كلها بطولات منفصلة ما لهاش علاقة ببطولة دوري ابطال افريقيا هو في دوري ابطال افريقيا من اهم اللعيبة صنع تسع اداف تسجيل وصناعة فهو من اهم اللعبين فتكون عليه الدائرة ان هو يفوز بهذه جائزة ليه لا غير كده الدعم والتصويت هو اللي بيحدد مين اللي يفوز بالجائزة من مين اللي ما يفوز بيها ففي النهاية بيرسي تاو قدامه 180 دقيقة لو قدر ان هو يسجل هدف او اتنين في هذه المباراة بيتدي له فرصة كبيرة جدا ان هو يطوك كفتى افريقيا الاول في موسم عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين فطبعا مطلوب من بيرسي تاو التركيز ثم التركيز في المباراة القادمة حتى يصل الى ان يكون فتى افريقيا الاول بيرسي تاو قبل ما يجي يلعب في النادي الاهلي كان بيلعب زي ما احنا عارفين في نادي برايتون الانجليزي ومن قبله كان بيلعب في نادي سانداونز الجنوب افريقيا غير كده كل جمهور جنوب افريقيا بيشجع النادي الاهلي وبيرسي تاو لان الوداد هو من اخرج فريق سانداونز من حلم التتويج بالبطولة الغالية جدا بالنسبة له اللي كسب فيها النادي الاهلي بنتيجة خمسة اتنين وتعادل مع النادي الاهلي بنتيجة اتنين اتنين فكل الجمهور بيشجع بيرسي تاو لان الوداد كان سبب في اقصاءه من البطولة من الدور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا واضاعة الحلم من فرق جنوب افريقيا فطبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباريات القادمة كما نتمنى ان شاء الله لبيرسي تاو التوفيق عشان يبقى هو فتاة افريقيا الاول في هذا الموسم وبكده يكون خلس الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال ادي اشتركوا في القناة